ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول لنجاحات المنشودة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصف الدول المتقدمة ونوهة إلى أن التكريم يعد دافعا لمواصلة العمل وخدمة مملكة البحرين وتحقيق المزيد من الإنجازات من جانبهم أعرب منتسبو الهيئة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم السامي مؤكدين أن هذا الوسام يعد دافعا لمواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها تشرفنا اليوم بتوزيع وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تكريم من جلالة الملك المفدة لأبناء العاملين في الصفوف الأمامية اللي سطروا ملحمة لإنجازات مملكة البحرين في التصدي لهذا الوباء ونقل مملكة البحرين إلى بر الأمان هذا التكريم يأتي للصفوف الأمامية جميعا والصفوف المساندة لهم حقيقة نفخر به ونعتبره مسؤولية علينا على الجميع لمزيد من العطاء نبذله لهذا الوطن أقدم الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أعطائنا الوسام الأمير لاستحقاق الطبي وهذا لشرف كبير لجميع مستحقين الحمد لله رب العالمين نحن أديننا الأمانة الحمد لله بشكل جدا وطني وذلك بفترة استلامي كمديرة محاجر طبية وكانت الأزمة في وجهه والحمد لله رب العالمين أسمى آيات العرفان والامتنان إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدع وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على منحنا وسام الاستحقاق الطبي حيث أن حصولنا على هذا الوسام شرف نعتز فيه أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة لنا الرشيدة على هذا التكريم لوسام سموه رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاستحقاق الطبي ترجمة نانسي قنقر